أثارت مجلة إيل مجددا حمى الحديث الساخن حول فجوة الأجور بين الجنسين لنجوم الفن السابع والذي ما زال يحتل الصدارة في التعليقات بين أروقة استوديوهات هوليوود أو على طاولات صفقات لبطولة الأفلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت الأخبار على حد سواء وبلا هوادة إنهم الضحايا الفقراء من هوليوود حسنا إذا رفعنا الحد الأدنى للأجور ومعظمهم من النساء فهذا سيساعد وتأييد الرجال جبا إلى جمعنا لذا أنا أعتقد أن إعلان برادلي كوبر تأييده لنا فإنه سيصنع الفرق النار ما زالت تحت رماد مقال جينيفر لورانس حول الموضوع ذاته وما أعقبه من صدى يليق بحسناوات هوليوود لتعيد اشتعاله أي المجلة التي تعنى بصناعة السينما حسنا أعتقد أن النساء عندما يدعمنا بعضهن البعض نرتقي ببعضنا وسنكون أقوى لأنه يمنحنا الإلهام لكي نفعل ما هو أفضل هذا ما أعتقد وضعوا فجوة الإجور بين النجوم تحت دائرة الضوء وتحت مشرط وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الوعي وتثقيف الناس حوله أربك القائمين على صناعة السينما العالمية وأحرج المجتمع الهوليوودي في خطوة ترى القوة الناعمة في مركز الحدث أنها قادرة على التغيير وتحقيق العدالة